مرحباً بكم مجدداً إلى قناة Master English أدقل الإنجليزية أول شي حابة أقول لكم كل عام وإنتوا بخير ورمضان مبارك وإن شاء الله تكون سنة خير وبركة لجميع المسلمين اليوم لح نخصص موضوع هالدرس عن رمضان لح نتعلم شوية جمل خاصة برمضان باللغة الإنجليزية ما تنسوا كلمان ما يروح عليكم ولا درس من دروسنا تضغطوا على زر سبسكرايب ترجعوا تضغطوا على زر الجرس وما تنسوا تشاركوا هالدرس مع رفقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي كلمان يدرسوا ويستفيدوا معكم وما تنسوا تتابعونا على الفيسبوك وعالتويتر هيا اللي نبدأ Let's begin الجملة الأولى رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري رمضان is the ninth month of the hijri calendar رمضان is the ninth month of the hijri calendar Fasting is one of the five pillars of Islam Fasting تعني الصوم is one of the هو أحد five pillars of Islam أركان الإسلام الخمسة Fasting is one of the five pillars of Islam Fasting is one of the five pillars of Islam During the month of Ramadan Adult and capable Muslims Fast from dawn until sunset During the month of Ramadan خلال شهر رمضان Adult تاني البالغ And capable Capable تاني قادر على الشيء Muslims Fast Fast تاني يصوم وممكن أن يكون هناك معنى آخر لfast وهو سريع لكن هنا fast تاني يصوم Dawn تاني الفجر Until Sunset حتى المغرب Sunset تاني غروب الشمس خلال شهر رمضان يصوم المسلمون البالغون والقادرون من الفجر حتى المغرب During the month of Ramadan Adult and capable Muslims Fast from dawn until sunset The actual beginning of Ramadan is determined by the sighting of the new moon Actual تاني فعلي Beginning تاني بداية Determine تاني يحدد Is determined تاني يتم تحديده Citing تاني رؤية New تاني جديد ومون تاني قمر The actual beginning of Ramadan بداية بداية رمضان الفعلية Is determined يتم تحديدها By the sighting of the new moon من خلال رؤية القمر الجديد The actual beginning of Ramadan is determined by the sighting of the new moon The actual beginning of Ramadan is determined by the sighting of the new moon Muslims celebrate عيد الفطر which is a large holiday after Ramadan Muslims celebrate يحتفل المسلمون بعيد الفطر which is الذي هو a large holiday عطلة كبيرة Holiday تاني عطلة after بعد رمضان يحتفل المسلمون بعيد الفطر وهو عطلة كبيرة بعد رمضان Muslims celebrate عيد الفطر which is a large holiday after Ramadan مسلمين celebrate عيد الفطر which is a large holiday after Ramadan شكرا لكم هلا كان درسنا كان درسنا أصير وبسيط بس بتمنى يكون عجبكم واكتبولي أراءكم بالكومنس وبشوفكم المرة الجاي إن شاء الله باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة